النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كلها ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها لا بدنا المرأة يتفيئ كمان صحيح نحن نعطيها حقوق ونعطيها كل شيء إلى وزيادة ونأمر بمعاشرتها بالمعروف ولكن أن تأكلها هي حق الرجل فهذا لا يرضي النساء الصالحات ولا يرضي أحدا من المسلمين ثم تأتي بعد ذلك بتقاطع زوجها شهر وما بتحكي ما بتخلي كلمة عليه وبتفتح مكالمة جماعية هي وأخواتها وعائلتها وصاحباتها كل نوع وما بيخلوا كلمة بينشروا عرضه وصلالته كله وآخر شيء بتنزلك على الحالة لم يستوصوا بنا خيرا يا رسول الله ما أنت دمرت أهله بدنا نركز في يوم حساب زي ما هو حيتحاسب إذا ظلمك كمان أنت حتتحاسب إذا ظلمته موسيقى